السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أصدقائي إن شاء الله بهذا الفيديو رح أشرح عن كيفية تحويل الفيديو إلى صور متحركة GIF أو تحويل الصور المتحركة إلى فيديو وطبعا هذا الشرح إن شاء الله عن طريق موقع مو عن طريق برنامج يعني نقدر نحول الصور بدون أي تطبيق وكمان بهذا الفيديو إن شاء الله رح نحل مشكلة بتتعلق بميزة الانتساب على اليوتيوب اللي هي رفع الصور التعبيرية على اليوتيوب الصور المتحركة وطبعا مثل ما بتعرفوا اليوتيوب أو من خلال ميزة الانتساب يلي باليوتيوب بتفرض علينا حجم معين للصور وكمان بتفرض علينا قياس معين الطول والعرض للصور فخلوكم معنا بعض الفاصل أحبابي الكرام لحتى نعرف التفاصيل أصدقائي بحب قبل ما بلش هذا الفيديو إنه يتوجه بالشكر لصاحب قناة عمر تكنولوجي طبعا هذا الشاب هو بيكون ابن خالتي وبتشكره كتير على إنه ساعدني بموضوع حساب أدسينس الألماني يلي فعلته عن طريقه فقناة هذا الشاب بتختص بالألعاب وبتختص كمان بالهواتف يعني الهاتف يلي لسه ما نزل على السوق فهو بيشرح عن هذا الهاتف بقناته وعن موعد إصداره إن شاء الله وطبعا أمور تانية بتتعلق بالتكنولوجيا فبتمنى منكم إنه تدعموا هذا الشاب وتخبروا إنه نحنا إجينا من طرف قناة ناش تيفي وشكرا كتير للكون أصدقائي مثل ما نكون شايفين رح نطبق الشرح على قناة صديقنا صاحب قناة ستار العرب يلي طبقت عليها الشرح المرة الماضية عن كيفية تفعيل ميزة الانتساب فرح أروح على خانة تحقيق الربح وبعدا مننا بضغط على الانتساب لحتى نضيف الرموز التعبيرية ونعدل على الصور وطبعا أحبابي الكرام مثل ما قالت لكم اليوتيوب ما بيقبل حيال الله صورة ما بيقبل حيال الله حجم بالنسبة للرموز التعبيرية يلي بتظهر جانب التعليقات يلي بيعلقها المنتسبين يلي حصلوا على هالميزة هاي وطبعا بياخدوا شعرات خاصة فيهم ورموز خاصة فيهم أصدقائي الحجم الأقصى يلي مسموح فيه لحجم الصورة اللي هو أقل من واحد ميجا تمام يعني لحد الواحد ميجا اليوتيوب بيقبل طبعا لازم يكون أقل من واحد ميجا وبالنسبة للطول والعرض أقل شي 32 بيكسل ب 32 بيكسل يعني لازم تكون الصورة مربعة تمام بالنسبة للصور المتحركة كيف وفيكن لحد الألف بألف ولكن أظن أنه ألف بألف ممكن تكون الصورة أكتر من واحد ميجا فلذلك أنتو الأفضل أنه تختاروها 300 ب300 أو 400 ب400 وحسب لازم نشوف نحن حجم الصورة لازم ما يتجاوز 999 ميجا أو 1 كيلو بايت فهون دخلت أنا رح أحمل صورة متل ما نكن شايفين هاي صورة عندي مسبقة يعني كان عندي فيديو وحولته للصور المتحركة أو للصيغة الكيف صيغة كيف تمام فهذا الفيديو تم تحويله عن طريق الواتساب تمام يعني في ناس بدي أقول لك أنه إن إحنا منحول بدون برامج وبدون مواقع عن طريق الواتساب منرفع حالة ومنحولها لكيف ومنحملها فرح نشوف هل اليوتيوب رح يقبل هالصورة هاي فمتل ما نكن شايفين اليوتيوب رفض الصورة لأنها أكيد حجمها رح يكون أكتر من 1 ميجا وطبعا الفيديو يلي نحنا صورنا كيف منساوي الفيديو مربع طبعا عن طريق تطبيق كين ماستر أول ما ندخل على تطبيق كين ماستر منختار الفيديو يكون مربع فمن خلال هاد الموقع أحبابي الكرام يلي منقدر من خلاله أنه نحول الصور أو نحول الفيديوهات لصور متحركة كيف وبالعكس وكمان منقدر نحول لصياغ أخرى فلما ندخل على هاد الموقع مننزل للأسفل بعد ما ضغطنا على فيديو تو كيف وبعد مننا اختيار ملف ومنختار الملف أحبابي الكرام من الستوديو مثل ما لكم شايفين فقط بدخل على الستوديو وبختار الفيديو يلي بصيغة mp4 فاخترت فيديو معين وهون مثل ما لكم شايفين هذا هو الفيديو ظهر عندي فبنزل للأسفل وبضغط على upload video بعد ما إنا أحبابي الكرام بيتحمل الفيديو أو بيرتفع الفيديو على الموقع بنزل للأسفل بلاقي هون أدوات شريط الأدوات بلاقيه وبقدر إني أختار أي أداة من هالأدوات وطبعا هون مثل ما كون شايفين الفيديو 1.7 ميجا بايت فهذا الشي مرفوض باليوتيوب لازم يكون أقل من 1 ميجا وهون كمان بيظهر لي نقطة البداية ونقطة النهاية أو يعني عدد السواني إذا حبينا يعني نقسم الفيديو أو ناخد لقطة من الفيديو فهون بيضغط على كونفيرتر فظهرت عندي هون الصورة بحجم 3.9 ميجا بايت طبعا كمان هذا الشي مرفوض فأنا هون من شريط الأدوات الخاص بالصورة بقدر إني إختار هون هذا الخيار يلي من خلاله بقدر غير بطول وعرض الصورة وكمان الإطارات يعني الحجم الخاص هدولة مثل ما يكون شايفين لما ننزل للأسفل طبعا أنا ما رح أشرح الموقع بالتفصيل ولكن رح نحل المشكلة يعني أو تغيير حجم صورة من خلال هذا الموقع يعني من خلال هالخاصية هاي فهون مثل ما يكون شايفين بعد بما اختار الطول 300 والعرض 300 بضغط على هاد الخيار اللي هو رزايز اميج وبعد منها احباب الكرام بنزل للأسفل بلاقي هون صار عندي الحجم 0.99 ميجا بايت وطبعا الأفضل اني يعني أخذ حجم أقل من هاد الحجم فبقدر هون بعد ما أخلص اني حمل الصورة هون رح شوف قديش صار حجمة طبعا تحميل الصورة اما انه نضغط على سيف من خلال شريط الأدوات او اما نضغط ضغطها مطولة على الصورة وبعد منها تنزيل الصورة فهون رح انزل للأسفل الأفضل اني اختار يعني حجم أقل لحتى ما يظهر الحجم الأصلي بالستوديو او يكون حجم غير دقيق فالأفضل اني رح عيد المحاولة هون هون مثل ما انكم شايفين أصدقائي حطيت العرض 300 والطول 300 فهون بالنسبة لمعدل الإطارات لازم خفضه شوي هون لو حطيته 50 فشوفوا قداش رح يصير حجم الصورة عندي بعد ما اضغط على Resize image فبنزل للأسفل ومتل ما انكم شايفين صار حجم الصورة عندي 270 كيلو بايت تقريبا فبرجع يعني برفع من معدل الإطارات بخليها 90 يعني الافضل اني خليها تقريبا 90 فبرجع بنزل للأسفل بضغط على الآيقونة الزرقة مرة ثانية مثل ما انكم شايفين صار عندي حجم الصورة 816 كيلو بايت تقريبا وبعدا منها بضغط على Save أو بضغط على صورة ضغطة مطولة زي كنت عم بستعمل الهاتف وبعدين تنزيل الصورة بعدين اصدقائي مثل ما انكم شايفين هذا هو حجم الصورة لما دخلنا على التفاصيل تقريبا 816 كيلو بايت ونص يعني بهالحدود هذا أو بهالحدود هاي وبعدين احبابي الكرام برجع للموقع أو لصفحة التعديل باليوتيوب الخاصة بالرموز التعبيرية وراح اختار الصورة الجديدة بحجم 816 وطول 300 وعرض 300 بعدا منها احبابي الكرام طبعا سميت الرمز التعبيري باسم التحية وبعدين بضغط على حفظ ونشر فمتل ما انكم شايفين اليوتيوب قبل الصور وطبعا الصور الثلاثة انا محملها مسبقا في شغل نسيت لكم يا احبابي الكرام بالنسبة للموقع اذا حبيتوا ترفعوا صور جديدة فتصعدوا لأعلى الصفحة وتضغطوا على Video to GIF او اي خيار من هالخيارات هاي حسب شو بتكون انتو فنحن موضوعنا اليوم عن تحويل الفيديوهات الى صور وطبعا هون بالخيار اللي جنبه GIF to MP4 فيكن تحولوا الصور المتحركة لGIF او لفيديو عفوا فهذا كان شرحنا لليوم احبابي الكرام ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد كان معكم اخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة